بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أنت مخير في هذه الحياة والله قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها عليك أن تختار الطريق إما أن تختار طريق الحق وإما أن تختار طريق المعصية فعليك أن تختار وأن توازن ولن تصل إلى هذا إلا بمحاسبتك لنفسك يقول الإمام الغزالي ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه على الأنفاس هذه الأنفاس على كل لحظة ولو أن الإنسان رمى في داره بكل معصية فعلها حجراً لم تلأت داره في وقت قليل يعني معناه أن الإنسان يزنب وينزب وينسى الزنب وهو لا يدري فلو رمى في داره بكل معصية فعلها حجراً لم تلأت داره في وقت قليل جداً ومع ذلك هو ينسى هذه الزنوب والملكان يكتبان يدونان يسجلان عليك ثم قال أحصاه الله ونسوه ولذلك قال قتاده إن الله سائل كل عبد عما استودعه من حقه ومن نعمه عليه هذه النعم ستسأل عنها يوم القيامة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وينبغي عليك أن تسخر أعضاءك في طاعة الله وفي نفع الناس لا تسخر هذه الأعضاء وهي النعم التي أنعم الله عليك بها لا تسخرها في معصية الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلب منك نعمة الصحة وأن يسلب منك نعمة المال فاستخدم هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفائدة محاسبة النفس كما قلنا أن تجتهد في الطاعة وأن تتهم نفسك بالتقصير ولا تنظر إلى نفسك بعين الكمال فهذا يبعدك عن النظر إلى عيوبك فإذا أردت أن ترى عيوبك فاتهم نفسك ولا تنظر إليها بعين الكمال ولا ترضى حتى عن الطاعة ينبغي عليك أن تقول أنا مقصر وينبغي عليك أن تقول كما كان يقول أهل الله اللهم اجعلني في نفسي صغيرا أن ترى نفسك أنك صغير واجعلني في أعين الناس كبيرة هذا محمد بن واسع كما قيل عنه هو خير رجل بالبصرة وقد قال عنه بعض الناس سمعتك أن مناديا ينادي من السماء يقول خير رجل بالبصرة هو محمد بن واسع ومع ذلك يتهم نفسه بالتقصير ويقول هذه العبارة لو أن للزنوب ريحا رائحا ما قدر أحد أن يجالسني محمد بن واسع يقول هذا الكلام والواحد منا لو صلى بالليل ركعتين لحسب نفسه من الأولياء ومن الصالحين ومحمد بن واسع يقول لو أن للزنوب ريحا ما قدر أحد أن يجالسني ومرة قال إنسان للإمام أحمد بن حنبل جزاك الله خيرا عن الإسلام فقال له الإمام أحمد بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا من أكون وهذا هو الذي جعل الفضيل بن عياط أن يقول هذه المقولة رأس الأدب عندنا أن يعرف الإنسان قدره أنت أيها الإنسان ما هو حجمك في هذا الكون المساحة التي تأخذها من الأرض مقدار شبري هذا هو حجمك في هذا الكون العظيم وما هو مقدار هذه الأرض بالنسبة للفضاءات والكواكب الأخرى أنت صغير في هذا الكون لكنك كبير بربك سبحانه وتعالى قوي به كان أهل الله يقولون اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ليس لنا حول ولا قوة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فينبغي عليك الشيخ بن عطاء الأنفاس جواهر هذا النفس الذي يخرج منك أو يدخل جوهرة لن تعود مرة ثانية الوقت سمين جدا فسخر أوقاتك في طاعة ربك وفي مرضاته اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وفقنا لطاعتك واحفظنا من كل مكروه وسوء احفظ مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته